تكلم البابا فرانسيس اليوم في مقابلته العم الأسبوعية عن معنى ميلاد الرب يسوع الذي نعيشه في هذه الأيام بالإيمان والاحتفالات وعما يشهده هذا العيد من تشويها باسم احترام كاذب لغير المساحيين غالبا ما يخفي خلفه الرغبة في تهميش الإيمان بحظ في كل ما يشير إلى ميلاد يسوع وأكد البابا أنه بدون يسوع ليس هناك من عيد ميلاد فبدونه تنطفئ الأضواء ويصبح كل شيء مزيفا ومجرد مظهر بلا مضمون لذا تعلن الكنيسة أن يسوع هو النور الحقيقي هو ابن الله الذي صار بشرا وولد من العذراء مريم في مذود هو المخلص الذي لم ينتبه لميلاده أهل زمانه إنما هللت له ملائكة السماء والرعاة الفقراء ولفت الأبو الأقدس بأن يسوع هو عطية الله للبشرية المقيمة في الظلمة وظلال الموت والتي غالبا ما تفضل الظلام لأنها تعرف أن النور يكشف أعمالها الشريرة وأشار البابا إلى أن الله فتح بتجسد ابنه طريق الحياة الجديدة التي تقوم على المحبة والبذل والتواضع لقد دخل الله تاريخ البشرية مانحا الأولوية للصغار والمرزولين والفقراء والمعوزين ولفت البابا إلى أن الميلاد يذكرنا بأن يسوع هو هبة الله لنا وللبشرية وبأنه بإمكاننا نحن أيضا إن قبلناه أن نصبح هبة للآخرين فيولد هكذا يسوع من جديد في حياتنا وفي حياة من نلتقي معهم لا سيما الصغار والمهمشين وفي الختام رحب البابا فرانسيس بمودة بالأشخاص الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من سوريا ومن العراق ومن الأراضي المقدسة ومن الشرق الأوسط وقال ميلاد يسوع هو التحقيق التام لوعود الله إن الله لا يحب بالكلام فمحبته لا تكتفي بإرسال الأنبياء أو الرسل أو النصوص بل تدفعه إلى تبني ضعفنا وحالتنا البشرية ليرفعنا إلى مرتبة الكرامة البنوية المفقودة إن تجسد الله هو الدليل الأكيد على صحة محبته فالشخص الذي يحب حقا يتوحد تماما مع من يحب